صحتك بين يديك أهلا بك دكتور نحن نعرف أن هناك فوائد عديدة لليوغا وخاصة بما يتعلق بالهيكل العظمي والحفاظ على العظام والمفاصل بشكل صحي ولفترة طويلة ولكن هل هي فعلا هل هي وقاية نوع من الوقاية أم فعلا يمكن العلاج باليوغا وطبعا بعد الأمراض ممكن نعليجها باليوغا بعد الكشف الطبي بعد الإشراف الطبي عليها زي دمور العضلات أو تهيبس المفاصل أو قصور العضلات في بعض الحالات أو بعض العمليات لتمرين المفاصل لأن اليوغا بتسبب مرونة في المفاصل وطبعا بتزيد الكتلة العظمية بتزيد الكتلة العضلات في الوقت ذوت وبنستفعلها في علاج بعض الأمراض يعني من المفترض أولا الوصول إلى المشكلة ما هي المشكلة بالذهاب إلى الطبيب وبعد ذلك تشخيص المرض وبعد ذلك العلاج بطريقة اليوغا طبعا ده أهم شيء اللي هو الأول تشخيص المرض والتأكد من ما فيش أي أمراض تانية يعني موجودة طب دكتور هل هناك أمراض أخرى يمكن علاجها باليوغا؟ وطبعا في مجال الدورة الدموية وتنشيط الدورة الدموية عن طريق التنفس العميق عن طيق تنسيق التنفس مع الجسم مع العضلات بيحصل تنشيط في الدورة الدموية وبعد بتستغل هذه الموضوع طبعا عملت تركيز الأطفال أن اليوغا بتسبب طبعا تقوية التركيز عند الأطفال؟ عند الأطفال يعني تنصح بها أيضا مثلا في المدارس كإدخالها على التمارين بالإضافة للرياضة أعتبر شيء مهم جدا لتكملة الحرقات الجسمية تركيز التركيز وطبعا في بعض الأطفال بتعاني من هذه المشكلة طيب دكتور هل فعلا الدراسات أكدت نجاعة هذا النوع من التمارين؟ طبعا في مجال العظام أو في الأمراض العظام حصل طبعا دراسات أن اليوغا بتسبب مرونة المفاصل وكل دي مدروسة طبعا لها أساس صحي وعلمي بالذات في قصور ودمر تشنجات العضلات يقال طبعا في بعض الحالات التوتر بتساعد جدا نعم طيب ما الفرق بينها وبين تمارين أخرى مثلا السباحة أيضا نعرف أنها مفيدة جدا وأيضا للتنفس يعني كيف نفرق؟ هو اليوغا بتتميز عن بقية الأنواع الرياضية أنها مش رياضة بس هي عطاة على نظام نظام متكامل لتنسيق العلاقة بين الجسم والعقل لأن زي احنا بنقول الجسم السليم في العقل السليم أو العقل السليم في الجسم السليم وهي دي القاعدة الأساسية وهي تركيز الروح مع الجسم مع الجسد طيب دكتور هل تنصح بأن يعني تكون اليوغا تمارين اليوغا مع مدرب متخصص أم يمكن نحن نرى في الأسواق هناك أشرة فيديو وديفيد وكل الأشياء الممكنة هل يمكن ممارستها لوحدة؟ طبعاً لازم الإنسان قبل ما يبتدي يمارس اليوغا يلجأ إلى مدرس متخصص في اليوغا في بعض النوايد الخاصة لكذا لأن التنبيرين الخطأ طبعاً له أخطأه وله معاقباته في الجسم فطبعاً ينصح في البداية على الأقل أن المريض أو الإنسان اللي عايز يمارس اليوغا يتعلمها مصبوط من المدرب متخصص تابعنا الكثير عن فوائد اليوغا وتحدثنا عنها أيضاً دكتور ولكن هل لك أن تطلعنا على المخاطر التي يجب علينا توخيها في ممارسة اليوغا؟ هو أي نوع من أنواع الرياضة يمارس خطأ بكل عواقب طبعاً ده بيخص اليوغا بالذات لو حداك تسمحي لي أحكي على قصة بسيطة مريضة كانت عندي الإسبوعين اللي فاتوا وبتمارس اليوغا بقالها 15 سنة وفجأة شعرت بألام في الرقبة وسببها طبعاً هي بتعمل وقوفة على الرأس وده طبعاً يعتبر لسن معين أو لحدود معينة وطبعاً يطلب من الممارس أي رياضة واليوغا بالذات تنسقها بالنسبة للجسم وطبعاً مش عايزين نتكلم في السن ده موضوع يعتبر أساسي طب ما الذي علينا أن نفعله يعني هناك حدود لقدرة جسمنا على تحمل بعض التمارين فبالتالي عندما نشعر بهذا الحد علينا التوقف طبعاً ده علامات بتظهر في الجسم والإنسان لازم يرعيها طبعاً فأي مرحلة من المتدريب ولكن هل تنصح كبار السن بممارسة اليوغا إذن؟ اليوغا ممكن تمارس في جميع الأعمار ما فيش أي موانع لكن لازم يتعمل لها تعديل للسن إن يكون مناسبة للسن طبعاً ما يوقفش على رأسه وهو سنه 70 سنة وسن تقريباً أو كده يعني وذكر طبعاً للأطفال ممكن أيضاً استخدامها ولكن أيضاً مع مراعاة طبعاً أطفال يعني بسن معين تحت التدريب وتحت رعاية وإشراف في البداية إنهم طبعاً يتعلموا تصح وهتفيدهم طبعاً وبذلك في تركيز الأطفال بتساعدهم تكلمنا في الموضوع طيب بشكل عام يعني ما النصائح التي يمكن أن تقدمها لنا بخصوص تمارين اليوغا التدريب اليوغا لازم يدرس مصبوط يتعلم الإنسان مصبوط لازم الإنسان يمارسه باستمرار ما يعملش مثلاً يومين وبعدين يوقف النصام بتاعه عشان العضلات بتتعود على مد معينة على حركات معينة وطبعاً يعتبر التنفس تعلم التنفس معاها عشان يقدر ينظم العقل مع الجسم ويحصل طبعاً ارتخاء في العضلات بتساعد الإنسان على تنشيط ذهنه وعلى تكديد أفكار وعلى تركيزه وطبعاً اختيار كما ذكرت اختيار نوع اليوغا لأن هناك أنواع مختلفة من اليوغا اختيار النوع المناسب للجسم أو الشخص المناسب من السن المناسب والنسان ما بتأشر عليه شكراً جزيلاً دكتور شكراً على هذه المعلومات المهمة شكراً شكراً للمشاهدة